موسيقى عندما وضعت القرآن والأحاديث والكتب الإسلامية تحت عدسة مجهري توصلت إلى قناعة مطلقة لا يمكن لا يمكن أن يقرأ إنسان السيرة النبوية لمحمد ويؤمن بها ويخرج إلى الحياة إنسانا سليما معافى نفسيا وعقليا أنت تذكر الطريقة التي قتل بها السيدة عظماء بن مروان عندما قطع أدباعه جسدها إربا إربا وهي ترضع طفلها والمشكلة عاد إليه يكبرون فقال لا يتناطح بها عنزان أنت تعرس أن الماعس تتناطح لأتفه الأسداء ولكن عند محمد قتل امرأة مرضعة سبب أتفه من أن يتناطح به عنزان هل هذا نبي من عندي الله يعترين الأسف الشديد عندما تسمح الجزيرة لمخلوق معتوه إرهابي كالقرضاوي كي ينفس من خلال من برها سمومه ويبث فتاويه فتاويه الإرهابية وسرسراته كانت العبارات التي استخدمها ضدي قد حرضت الكثير من الشباب المسلم المغسول الدماغ المعصوب العيون المبرمج على الكره لينطرني بوابل من الشتائم والتهديدات بعد الحلقة مباشرة التي تناول بها ظهوري على الجزيرة عندما يعتبر الإسلام المرأة ناقصة عقل وأنا أضحض مصداقية هذا القول في تلك الحالة الإسلام يهاجمني وأنا أرد هجومه عندما يدعو الإسلام إلى قتل الآخر الذي لا يؤمن به وأنا أضحض مصداقية هذا القول في تلك الحالة الإسلام يهاجمني وأنا أرد هجومه أنا لا أهاجم أنا أنتقد الإسلام ولكن للأسف الشديد نحن ضحايا التربية الإسلامية لا نرى في النقدي إلا هجوما أنا دوما أركز على اللغة لغة الإسلام لغة الإسلام لغة سلبية ميتة مشحونة بالعنف والغضب والحقد والعنصرية الإنسان ناتج لغوي وهو حصيلة ما يسمعه في حياته من لغة سلبية وإيجابية فإن غلبت اللغة السلبية في حياته خرج إلى الحياة إنسانا سلبيا نزقا رافضا غير منتج وإن غلبت اللغة الإيجابية خرج إلى الحياة إنسانا إيجابيا سعيدا منتجا ولذلك لغة الإسلام السلبية فشلت لم تنتج إنسانا يستطيع أن يتفاعل مع الحياة بعفوية وبإيجابية أنجبت إنسانا سلبيا لو ألقينا نظر على المجتمعات الإسلامية نستطيع أن نرى ما استطاع أن يفعله هذا الرجل السلبي أنا لا أعتبر الإسلام دينا من خلال مفهومي الإسلام عقيدة سياسية تفرد نفسها بالقوة أي عقيدة على سطح الأرض تدعو إلى قتل من لا يؤمن بها هي ليست عقيدة ليست دينا وإنما عقيدة شمولية تفرد نفسها بالقوة عندما أقرأ آية على سبيل المثال وزاني يا وزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة لا تأخذكم بهما شفق أو رأفة لا أرى في تلك الآية أية روحانية عندما تستطيع العقيدة أن تجرد أتباعها من آخر ذرة رأفة تكون قد جردتهم أيضا من روحانيتهم المسيح رمز السلام لم يحمل سيفا لم يقطع رقبة لم يكفر إنسانا أما المشكلة في الإسلام إذا عدنا إذا فعلنا كما فعل المسيحيون في القرون البسطة وأردنا أن نعود إلى حياة محمد وأفعاله وأقواله سنكون في ورطة أكبر من الورطة التي نعيشها اليوم وسننتهي بأسامة بن لادن وأمثاله أقرأ حياة محمد ماذا تجد فيها غزواته وزجاته وأحاديثه التي يقشعر البدن لبعض تلك الأحاديث يقشعر البدن عندما يقول جنة المرأة تحت قدم زوجها التعاليم الإسلامية استفحلت داخل جماجم المسلمين ولا أجد طريقة إلا بفتح تلك الجماجم وتنظيف الأدمغة من الخلايا السرطانية التي تهدد حياته عندما زحف الشعب السوري إلى السفارة الدنماركية وحرقها حرق قلبي معه لماذا؟ لماذا؟ الشعب السوري يموت جوعا الإنسان السوري لهو صاحب حضارة يلهث وراء رغيف الخبز فلماذا لا يزحف إلى قصر رئيسه وقد بلغت ميزانيته الأربعين بليون دولار في البنوك الأوروبية ويحرق هذا القصر بمن فيه زحفوا إلى السفارة الدنماركية وأعطوا الغرب صورة غير صحيحة عن الشعب السوري الأخلاقي والحضاري ولذلك أصف سلوكهم بالهمجية والتخلق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صراع ديني أنا مع القضية الفلسطينية أنا مع الأطفال الفلسطينيين عذابات النساء الفلسطينيات تقض مدشعي أنا لا أستطيع أن أدوس على نمنى فهل يعقل أن أكون ضدهم لا يمكن لا يمكن هناك خلاف سياسي عليهم أن يسألوا قاداتهم والدور التي تلعبه تلك القادات القيادات في حل تلك المشكلة لكن هناك جزور دينية للمشكلة كنت أقرأ في كتاب إسلامي منذ أسبوع أو أسبوعين قرأت قصة صغيرة تقول كان محمد يمشي مع بعض أدباعه فسمعوا ضجة فقالوا له ما هذا يا رسول الله قال إنهم اليهود يتعذبون في قبورها بغض النظر عن الخلافات يومها بين محمد ويهود هذا القول يشير إلى أن قبور أجدادهم كانت في السعودية مصبوط هم أبناء المنطقة البرهان على أنهم أبناء المنطقة يأتي من الكتب الإسلامية ومن القرآن نفسه المشكلة مع المسلمين أنهم لا يميزون بين نبيهم وبين أنوفهم فعنتما تنتقد محمد وتنتقد أفعاله وأعماله وتنتقد سيرته وكأنك دربته وكأنك جدعت أم